أهلا بكم أكدت الإدارة الأمريكية أن تداخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن ودعمها لميليشيا الحوثي وصالح غير مبررة أو مبررة ونقل التأكيد الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولار ونائب مساعد وزير الخارجي الأمريكي لشؤون الشرق آسيا والأدنى تيموث ليندر خلال لقان جمعهما في العاصمة السعودية رياض مع رئيس الجمهورية وأشار المسؤولان والأمريكيين إلى حرص الولايات المتحدة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وإيقاف التهديدات التي تزعزع ذلك وخصوصا تدخلات إيران الغير مبررة مجددين اهتمام الإدارة الأمريكية باليمن والعمل مع القيادة الشرعية لتعزيز العلاقات وتطويرها لوضع حد للقوى المتربصة بأمن اليمن واستقراره من القوى الإرهابية المتطرفة والتدخل الإيراني وأدوته في المنطقة هذا وبحسب الوكالة الرسمية عرب الرئيس هادي ارتاحه بسياسة وتوجه الإدارة الأمريكية الجديدة التي تنسجم مع التوجهات اليمنية في مكافحة الإرهاب ووضع حد للتدخل الإيراني في المنطقة